طيب بسم الله الرحمن الرحيم. آآ هتكلم عن برنامج آآ برنامج الصايجيك. اللي هو آآ بتاع خرايط يعني زي وزي خرايط جوجل وكده. لكن ميزة التطبيق دي انه بشتغل معاك من دون نيت. آآ ممكن تقدر تحمله عن طريق النيت. وتفعله على جوالك. كل الاندرويد. او انه مجموعة ابل برضو. آآ في الايفون. ممكن يتحمل معاك. وهو من التطبيقات الملازماني حقيقة في الموبايل عندي. اوكي. اتعرف على البرنامج دي. يعني حاليا لو افصل الانت بشتغل من دون نت طبعا. حتى لو انك في منطقة خلاوية. او في طريق آآ خلاوي او بري. آآ ما في اشارة آآ النت. ما في اشارة بتاعة جوال. اشتغل معاك عن طريقة جي بي اس من الاجمارة الصناعية. اوكي. آآ البرنامج ممتاز جدا يعني. طيب. آآ في فيه النسخ طبعا. في النسخ منه موجودة في النت. الناس ممكن تتعرف عليها وكده. آآ بس ميزة البرنامج زي ما قلت انه يعني بشتغل معاك حتى من دون انترنت. حتى في البحس. في التسجيل وكده. آآ من دون الشبكة البيانات الجوال تكون شغالة. آآ حتى لو انك في وضع طيران يعني. اوكي. طيب. نفترض انه انا في المنطقة دي. آآ حتى في البحس ممكن نبحس. هنبحس مثلا نقطة محددة انا حاليا في العمل ودي المنزل. حصول على الاتجاهات. بديك الاتجاهات على طول. اوكي. بديني الاتجاهات لو عايزة ابدأ. بوجي هنا على مساري. حتى لو نقاط انا حافظة. آآ عايزة من هنا. في البحس ممكن نكتب مسلا. مستشفى. مستشفى ومركز صبي. حتى هو بديك يعني الحاجات القريبة منك وكده. يعني الكلام ده كله حاليا بدون نت. وبدون آآ اي اشارة تانية. الا الاشارة حاجة الجي بي اس فقط يعني. ونشوف المستشفيات. لاحظ انه بداني المستشفىات كلها المستشفىات القريبة مني. اوكي. عايز مسلا محطة. حطة توعود. ديني اقرب. عرفان هنا شوية. ممكن الآآ. نرجع. الجامن ديها. طيب هنا في الاطلاع على الاماكن القريبة. لو مسلا عايز محطة توعود. يديني لها كلها. مسلا علي بعد تزوعتاشر كيلو. علي بعد تلاتة ويشرين. اه اي محطة. بس. ديني المحطات. طبعي. اوكي. طيب. للنسبة لاعداداته. طيب ممكن برضو. في التفضيلات الاغليمية. الحرايط طبعا ممكن تنزل الخريطة اللي انت عايزها. في الشرعة الاوسط. اه في كل غارة اسيا في افريقيا في اي منطقة في العالم. انت ممكن تنزل الخريطة دايركت عندك. بويس. وتكون شغال من دون انترنت يعني. اه التنبيهات والاصوات. اي حاجة انت يعني ممكن تفندة يعني. اي حاجة انت برنامج جميع جدا يعني. طيب. في المفضلة هنا ممكن آآ آآ تحفظ المكان المنزل آآ تعيين لموقع العمل. حفظ لحتة معينة برضو. ممكن احفظ ليك. ممكن انا فلنفترض انه مشيت اي منطقة تانية. فلنفترض انه مشيت الوجه. وفي نقطة عايز احفظها. اضغط عليها كده. اه تذكر الموضوع مسلا. اه جيت هنا عندي في المفضلة. ممكن اعملها حفظ. ارجع هنا في المفضلة. اعادة التسمية. اه مثلا. اه. الوجه. صديق. اه. اوكي. حفظت النقطة دي. اه. اه. ففرضا اني في نفس المدينة. اه. اه. بضغط من هنا. حرجان له موقعي طبعا. فنفترض اني هنا. ومشيت لاي مكان في المدينة اللي انا فيها. جويس. اي مكان هنا. اعزة احفظ النقطة برضو. نفس الوضع. عمل لها تذكر. تذكر الموضوع. برجع هنا في المفضلة بعمل لها اعادة التسمية. جويس. فلنتركها بنفس تسميتها. فهذه البرنامج حبيت اعرفكم عليه. برنامج جميل جدا يعني. انا لا غناء لي عنه. ما اشتري جوال الا وانزل فيه والتطبيق دي. بأي وسيلة لازم انزل فيه والتطبيق دي. فقصة انه مفيد جدا يعني بكفيك اشار مشاكل كتيرة جدا يعني. سواء ما عندك انترنت او انه مكتوب في منطقة معين. ام يعني بحل لك اشكاليات كبيرة جدا. اه الداشكم دي طبعا ازا عايز تعمل لخط سيرك وكده. الشاشة المثبتة دي برضو عملية جميلة جدا. لو اني متحرك حاليا بحكس لك بحكس لك السرعة دية. بحكس الشاشة بتاعت الموبايل على الجزاز بتاع السيارة. بحيس انه بتكون اه ما انت حامل الجوال في يدك. ما انت شاهلك جوال. الموبايل في ايدك وكده. ممكن تحطه على على ظهره. امام الجزاز حق السيارة. بحكس لك الخط بتاع السير مع التوجيهات الصوتية سرعتك في تنبيهات برضو من نقاط الكاميرات وكده. اه دي طريقة دي السبل بتاعت التوجيه يعني لو ضغطنا هنا. اني فرضا معكوسة وكده. هنا حاليا طبعا ما في مسار لاني حاليا في المكتب. هنا بطلع منها الداشكام ديه. الشاشة تعرضي مثبت على السيارة. الاصوات طبعا التحويل لوضع الغيادة. حاليا لو اتحولتها لوضع الغيادة. شغل ثلاثة الابعاد يعني. لو عايزت اعرض السناية عادي برضو. اوكي. التحويل لوضع السير. لو عايزت اصير باقدامك وكده. اه عملت باركينج للسيارة. ممكن تحفظ مكان سيارتك. حفظ موقع السيارة مثلا. اه في الحتة ديه. لو انك في باركين كبير بتاع المطارة وغيره. ممكن تستفيد من الحتة ديه. اه تدوين الخطوات الرحلة. يعني. بعد ما تنزل الجوال حت تتعرب عليه. مع استخدامك للبرنامج حتعرفه اكتر. لو عايز تعمل نصف احتياتي برضو. تحتفظ به في الدروبوكس. فبرنامج حقيقة يعني. جميع جدا يعني. فتحية طيبة. واتمنى انه يعجبكم البرنامج. وتقدر تستفيد منه بإذن الله. تهياتي.